ناقشت لجنة تقييم مشاريع التخرج في المعهد التقني الصناعي في مدينة التربة في القاعة الكبرى بمقر المعهد والقاعات الرئيسية في الأقسام التخصصية وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة مشاريع التخرج التابعة لمكتب التعليم الفني في محافظة تعذ وتتكون لجنة المسؤولة عن تقييم من عدد من المهندسين المختصين في سوق العمل والمدربين المشرفين من داخل المعهد وبحضور وإشراف اللجنة العليا لمناقشة مشاريع التخرج اليوم نحن في مناقشة مشاريع الطلاب في معهد التربة والذي يحتوي على عدة أقسام وهي أقسام مثل فن المعمارية والبرمجيات والتصوير وأقسام رائعة جدا وفيها من المخرقات بشكل مذهل وطلاب متميزين أيضا دخلنا أكثر من قسم ناقشنا معهم مشاريع التخرج وكل واحد مشروع مميز ويحتاج إلى لفثة كريمة من الآخر المحافظ بتوفير الأجهزة وتوفير المعدات ويعني المعهد يفتقر إلى هذه الأشياء اللي درقت أن بعض الكاميرات التصوير أو كذا يتم استيقارها على حساب الطالب نفسه نحن اليوم سعداء بإبراز قهود الطلاب خلال عام كامل وهي عبارة عن مشاريع التخرج لأقسام الديكور والهندسة المعمارية والتصوير ومختلف الأقسام الموجودة في المعهد وتنم عن مواهب كثيرة لدى الطلاب وشغف كبير للتعليم والاستفادة من المناهج لكن هناك إشكالية المناهج الموجودة لا تتناسب مع طموحات الطلاب مثلا أنا في قسم التصوير درست الشريعات العلامية والسلامة المهنية أنا اللي أعديت المناهج بينما من المفترض أن تقوم الوزارة هي بإعداد المناهج مثلا في قسم التصوير هو كطالب تصوير درست تصوير فقط لكن المفروض يدرس تحقيق صحفي لازم يدرس حوار يدرس مهارة التعامل يدرس الصوات الإذاعية سلامة اللغة في أشياء كثيرة لازم في قصور بالمناهج وفي أيضا نقص كبير بالكادر يعني معظم الكادر الأمن المتعاقدين طبعا أود أن نتكلم عن جانب مشاريع التخرج وأهميتها للطالب فيما بعد الدراسة مشروع التخرج أقدم رسالة للطلاب أنه يعتبر هذا واقهة الطالب أنه يعمل على تسويق المشروع هذا لسوق العمال والمنظمات والجهات أنصح بعض الطلاب أن يدخلوا دورات في إدارة المشاريع الصغيرة ودورات في التسويق على شأن كيف يعرف الطالب أن يسويق مشروعه أنه يظهر نفسه لسوق العمل بلغ عدد المشاريع التي تم مناقشتها 45 مشروعا في الأقسام التقنية منها قسم الهندسة المعمارية وقسم العمارة الداخلية قسم البرمجيات قسم المساحة والطرق وقسم التصوير الفوتوغرافي والفيديو شهدت الفعالية الكثير من التوجيهات والنصائح من قبل أعضاء اللجان للطلبة وتوجيههم لاستمرار تمييزهم في حياتهم العملية بعد التخرج وكذلك الأخذ بالإرشادات للمشاريع المستقبلية كما أشهدت اللجنة العليا بجهود الطلبة وتمييزهم في إعداد وتنفيذ المشاريع لقد تم تدريسي في هذا المعهد وخرجت بذوي خبراء وكفاءة عالية وبدأت أشتغل في سوق العمل كشخص ابتدائي في الأعمال لهندسة المعمارية أو التصاميم المعمارية كمساقات كواقهات كمناظر كأشكال هندسية متنوعة ولقد استمرت في هذا العمل لمدة السنة الماضية بدأت أشتغل على هذه الأشياء فالسوق النفسي بسبب الخبر والكفاءة التي يملكها وذلك بسبب فضل الأسايداء والمشكورين ذلك الفضل الذي قدموه لي من تعليم وأفكار ومبادئ وأخلاقيات فلازم أن يكون أول شيء أخلاقيا قم تكون متعلمين فأنا أنصح جميع الطلاب بأن يحذوا حذو التعلم في سبيل الله طبعا رسالتي لكل الخريقات أو المهندسات التي يدرسوا الآن ديكور أو معماري اكتحدي على نفسك كثير ادرسي كل ما هو قديد اطلعي كثير ابحثي كثير تواصلي مع مهندسين مش ضروري في اليمن فقط تواصلي مع خارق اليمن شوفي تصميمات خارقية التي نحصرش في شيء معين أو بفكر معين بهذه المناسبة التي بهذا الفعالية التي قمنا بها وهي مناقشة بستعليل التخرج نشهد المنظمات الاهتمام بالخريقين من التعليم الفني ودعمهم وتمكنهم اقتصاديا من أجل الاستمرار أعمالهم في سوق العمل كثير من الطلبة الذين يدرسون في المعهد يكون في المستوى الأول وقد حصل على بعض الفرص العمل واستمر وحصل على كثير من الخبرات واستمر في أعماله كثير من بناء الفتيات في قسم التصوير الفوتوغرافي الآن يعمل في مقالة تصوير في حفلات في تغطية مشاريع منظمات في كثير من المقالات في مثلا قسم الديكور والزخرفة كثير من الفتيات والشباب يقومون بأعمال خارق المعهد والآن يحصلوا على فرص عمل في سوق العمل احتياجات سوق العمل من هذه التخصصات كبير جدا وفي الأخير تم التنويه على أهمية الأخذ بكل الملاحظات والإرشادات التي ألقيت أثناء النقاشات من أجل الوصول للحالة النموذجية للمشاريع المستقبلية كما شددوا على ضرورة تعاون مكتب التعليم الفني بالمحافظة برفض المعهد بالموظفين الحكوميين المتخصصين حيث إن معظم الكادر حاليا يعملون بالتعاقد كما لفتت الانتباه أيضا إلى تحديث المناهج التعليمية بما يواكب احتياجات السوق